اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اكثر من 40 مليون شخص في جميع انحاء العالم يعانون من امراض الكلة والغالبية غير مدركين لها حيث ان معظم حالات امراض الكلة لا يتم اكتشافها بسبب عدم وجود علامات واعراض واضحة وبرزة ولكن وفقا للخبراء تظهر امراض الكلة جسديا بعدة طرق ولكن في معظم الاحيان يتم تشخيص هذه الاعراض بشكل خاطئ على انها نجمة عن امراض اخرى بالاضافة الى ذلك عادة لا تظهر اي اعراض على مرض الكلة حتى وقت متأخر جدا من تطور المرض ونظرا لان امراض الكلة تتطلب اهتماما فوريا وتدخل طبي عليك عدم اهمال عشر اعراض يمكن ان تظهر امراض الكلة من اهم هذه العلامات التعب فيمكن ان يؤدي الفشل الكلوي الحاد الى تراكم السموم والملوثات الاخرى في الدم لذا قد يعاني المريض المصاب بالاضطراب في الكلة من الارهاق والشعور بالضعف وصعوبة التركيز نتيجة لذلك ايضا يتسبب فقر الدم نتج عن امراض الكلة في شعور المريض بالتعب الديه ايضا يعاني مرض الكلة من مشاكل في النوم فعندما لا تقوم الكلة بتنقية الدم بكفاءة فان السموم لا تخرج من الجسم عن طريق البول لذا قد يكون من الصعب النوم نتيجة لذلك يعاني ايضا مرض الكلة من بشرة جافة ومصابة بالحكة لانه عندما تصاب الكلة فانها تكون غير قادرة على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمغذيات في دمك والتي يمكن ان تظهر على شكل جلد جاف وحكا ايضا كثرة التبول من اكثر العلامات شيوعا لاي نوع من امراض الكلة نظرا لحدوث تغيير في دورة التبول فعندما تلاحظ زيادة الحاجة الى التبول خاصة في الليل يجب عليك فحص نفسك بحثا عن امراض الكلة من احد علامات اصابة الكلة ايضا وجود دم في البول سبب تسرق خلايا الدم في البول خلال عملية ترشيح الكلة للدم يعد ايضا البول الرغوي من اكثر علامات تلف الكلة او امراض الكلة شيوعا اذا كنت تعاني ايضا من انتفاخ حول العينين فقد يكون هذا نتيجة لتلف الكليتين لكون هذا قد يحدث بشكل اساسي لان كليتيك تطلقان الكثير من البروتين في البول بدلا من تخزينه يعتبر ايضا تورم الكحل والقدمين احد علامات مرضى الكلة لانه في الغالب يكون نتيجة الاحتباس الملح الناتج عن ضعف وظائف الكلة كما يعد ضعف الشهية احد العلامات التحذرية لامراض الكلة لان احد اسباب ذلك عادة هو تراكم السموم النتيجة عن ضعف وظائف الكلة وتعد ايضا تشنجات العضلات احد علامات اصابة الكلة فيمكن ان تؤدي مشاكل وظائف الكلة الى حدوث عدم توازن في المعادل يمكن ان يحدث هذا بسبب الوجود المفرط لمستويات الفسفورة التي قد تخرج عن السيطرة عندما لا تعمل الكلة بشكل جيد وهو ما يؤدي الى تقلصات العضلات مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات